واحد من فناني العراق المنسيين سعدون الجبوري المعروف بعبوري من ممثل يصنع الفرحة ويزرع الابتسامة على الوجوه فوق خشبة المسرح وخلف كاميرا الدراما العراقية إلى مصلح طباخات نعم مصلح طباخات متجول على الرغم من عوقه وحالته الصحية وأصابته خلال العمليات العسكرية في مدينته الضلوعية جنوب محافظة صلاح الدين طبعا أصلح الطباخات حتى عيش نفسي حتى يقدر أجيب علاجه نفسي ولا بيها زمن بيها وقت الفنان العراقي من فنان خشبة مسرح من تلفزيون إلى مصلح الطباخات بس يسوي الشيء الكار مو عار واللي يجي ما يشتغل ما يعيش فأريد أن أجيب علاجه نفسي وأجيب قوة العيش النفسي لأن الفنان بالعراق محمول زملاء عبوري من الذين عملوا معه يعرفون أنه لا يريد الموت وهو مقعد أريد أن أجعل المسرح أريد أن أجعل التلفزيون أمثل أشتغل يعني كافي يعني إلى مدى أبقى مقعد على هذا الحال أبقى مقعد ولكن عدم اهتمام ورعاية الحكومة أو الوزارة أو النقابة المعنية بالفن والفنانين جعل من أمل علاجه وعودته لممارسة عمله الفنية أمرا صعبا مستصعبا قد لا يناله عبوري ما يريد يموت عبوري يريد يبدأ بس مع الأسف يعني أكو أهمال اتجاه هذا الفنان وهو مثل ما تعرفون الصوب من خلال الأعمال العرابية اللي صارت بظلوحية قاوم داعش بس ماكو واحد يقدر هذا الموقف مع الأسف فناشد الدولة أن تهتم بهذا الفنان صغير الحجم بس كبير بعطاها حال الفنان سعدون الجبوري صورة من صور التهميش وعدم الاهتمام بالفنان العراقي لا سيما المعاقين والمرضى وكبار السن منهم ولذا فأن تسيط الضوي عليهم وتذكير الجهات والنقابات المسؤولة جزء من رد الجميل للفن والفنانين العراقيين بشكل عام من صلاح الدين فراس الحسني التغيير